اختطاف واخفاء قسري وتعذيب في غياهب السجون الحوثية أسوار عالية تبتلع الكثير من المظلومين دون وجه حق فقدان وحرمان ومعاناة يتجرعها المختطفون وتعذيب يصل حد الموت والإعاقات الجسدية والأمراض النفسية امتهان حوثي لحياتهم وتسرب للسنين عمرهم ولأمهات تعتصر ألم الخوف على ما يكابده فلذات أكبادهن رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمت السلام الحاج خلال إحاطتها الأولى لجلسة مجلس الأمن الدولي كشفت عن رصد الرابط 9568 حالة اختطاف منذ عام 2016 مشيرة إلى أن ميليشية الحوثي نفذت معظمها بعدد تسعة آلاف ومائة وثلاثين بينهم مائة وثلاثون امرأة فضلا عن إصابة الآلاف بحالات نفسية صعبة وبعاهات بدنية نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون الحوثية تتحمل جماعة الحوثي أغلبهم بعد بعدد تسعة ألف ومائة وثلاثون بينهم مائة وثلاثين امرأة خرج منهم قرابة الآلاف بحالات نفسية صعبة وبعاهات بدنية نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون الحوثية مختطفون لم يشاركوا في الصراع وإنما اختطفتهم المليشية الحوثية من منازلهم وفي الحواجز والنقاط المستحدثة ومن مقار أعمالهم ومن الجامعات ورغم المحاولات المستمرة للتوصل إلى حل يفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل والعمل على تحييد هذا الملف الإنساني عن الملف السياسي إلا أن الممارسات الحوثية تعقد مسار التفاوض من خلال المزيد من الاختطافات والمحاكمات الباطلة وإخضاع المختطفين للتعذيب الممنهج والعزل التام في سجون انفرادية لأشهر بالإضافة إلى عدم السماح بزيارة ذويهم فالتعنت الحوثي وتنصله عن الاستحقاقات والالتزامات الإنسانية يفاقم من ملف الأسرى والمختطفين ويجعل من فرص الإفراج عن الجميع وفق مبدأ الكل مقابل الكل يخضع لاعتبارات حوثية سلالية وفرز عنصري مقيت ترجمة نانسي قنقر